في إطار مواصلة مجهودات الدولة في تعميم رقمنة قطاع التربية وتعزيز المدارس باللوحات الإلكترونية، أرجع الخبراء والمختصون أن هذه العملية ستكون تمهيداً للدخول إلى عالم الرقمنة لتوسيع القطاع البداغوجي، ما سيفتح أفاق تطوير التعليم في الجزائر. ستساعد على تسهيل عمل المعلمين من خلال إمكانية الوصول إلى السريع إلى الموارد التعليمية الرقمية وتقديم ربما المحتوى بطريقة أكثر تنظيماً، يعني المعلمون اليوم قادرون على تصميم ربما دروس تفاعلية باستخدام برامج متخصصة مما يحفز الطلاب على المشاركة النشطة في الدرس. لوحات الرقمية مثلاً تساهم في تقليل استهلاك الورق والمستلزمات التقليدية مما يجعل النظام التعليمي أكثر استدامة وفعالية. بالإضافة إلى ذلك ربما بفضل الرقمنة يعني الاعتماد المتزيد على التكنولوجيا في التعليم يفتح أفاق واسعة لتطوير التعليم في الجزائر من خلال هذه المبادرة الرقمية. من جهة أخرى تبقى مسألة تأثير اللوحات الرقمية على التلاميذي على لسان الكل لأن لكل تقنية حديثة إيجابيتها وسلبيتها ولهذا لا بد من القائمين على الشأن التربوي مراقبة التلاميذي للحد من مخاطر هذه التكنولوجيا. لابد على القائمين على الشأن التربوي يبتدأ من الأساتذة والمعلمين والمشرفين التربويين وانتهاءا بالآباء والأمهات لابد عليهم أن يراقبوا ويرافقوا أبنائهم في استعمال هذه الوسائل وهذه اللوحات الإلكترونية. أنه من الهام جدا توعية الأبناء والبنات والنشيئة بتعنا بالأمان الرقمي والمقصود أن نعلمهم كيف يحموا معلوماتهم الشخصية. رغم التحديات ستساعد هذه الخطوات على إعداد جيل جديد من التلاميذ المتمكنين في استخدام التكنولوجيا الجديدة وقادرين على مواكبة التحولات الرقمية المستقبلية جيل لا يعاني الأمية التكنولوجية.